اشتركوا في القناة الاستطلاع أظهر أن 9% فقط من الأفغان يريدون العيش تحت حكم طالبان في حين يحبذ 73% التفاوض مع طالبان وجاء أيضا في الاستطلاع أن 37% من الأفغان يؤيدون التنازل عن مناطق في بلادهم لطالبان لإحلال السلام وبالرغم من أن 70% من الأفغان يفضلون وجود القوات الدولية في بلادهم إلا أن نسبة من يستحسن الهجمات ضد جنود النيتو تضعفت ثلاث مرات خلال عام واحد لتصل إلى 27% ووسط حالة التشاؤم العامة التي تسود الأوسط الأفغانية وفقا للاستطلاع يعتبر سكان مقاطعتي هلمند وقندهر الجنوبيتين أن أوضاعهم تحسنت بعد العمليات الأمريكية المتعاقبة في هاتين المقاطعتين الاستطلاع تمد على مقابلات شخصية لـ 1691 أفغانيا هم مواطنون عاديون قالوا رأيهم في أوضاع بلدهم الذي لا يزال مسرحا لحرب طاحنة هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة محمد رضا بي بي سي